الكاف رسميا بيخط النادي الزمالك بموعد مباراة أنيامبا في الكونفدرالية يوم الحد 8 ديسمبر ساعة 6 على استاد جوتسل أكاكبو الدولي النهاردة في تمرينة الزمالك الزمالك رجع بعد أجازة 3 تيام أجازة 3 تيام مش 7 تيام مرسل كولر مدي أجازة 7 تيام أجازة مبالغ فيها جدا جدا وبذلك أنت في بداية نوسم يعني في بداية دلق كولر لسه هيجي الخميس بالليل وأول تمرينة للأهل الجمعة يعني مش عارف أنا صراحة شايف أن دي لكن خلاص كابتن رمضان وافق ولجنة التخطيط وافقته كابتن الخطيب وافق خلاص لكن هي توقيتها بالحجم ده يعني المهم جوميز المدير الفني للزمالك قد تعليمات لأربعة من اللعيبة سيف جعفر ومهابي ياسر ومحمد عاطف واحمد رفاعي وقال لهم أنتوا هتجلكوا الفرصة هتجلكوا الفرصة وبالتالي سيف الدين الجزيري تواجد في الموراني النهاردة وخد الجزيري مجموعة من التدريبات الخاصة قبل ما يشارك في بقية فقرات التمرين على فكرة جوميز قال عشان مستوى سيف الدين الجزيري قال لك سيف الدين الجزيري العقاب بتاعه هو الاستبعاد مش عقاب مادي عفوا العقاب استبعاد فهو شايف ده النقدة لما يحب يعاقب الجزيري يعاقبه بالطريقة دي وبالتالي هو عاقبه في مبارات سموح إن المستوى مش أحسن حاجة مش هو ده سيف الدين الجزيري فهو عاقبه خلاص وخلصت القصة ورجع وشفت الصورة اللي فاتت صورة حلوة ما بين جوميز وما بين كابتن أحمد مجدي وما بين سيف الدين الجزيري اشتركوا في القناة